سنوات طويلة مرت منذ أن نزح باسل عن بيته الكائن في ناحية التمانعة بريف إدلب الجنوبي ليعود اليوم يرمم ما دمرته آلة الأسد العسكرية والطيران الروسي ويعتبر باسل من أوائل العائدين إلى بلدة باتت شبه مدمرة وغير صالحة للسكن نصلي خمس سنين غيب عن القرية قاية في الأراضي الزراعي مقيم تحت الزقف توتي وشوب كثير وصارنا خمس سنين عامل عاني رجعت عبيتها لقيته مثل ما انك شايف مهدود كل ياته أغلى بيته عب صلح فيه عب زبط فيه يعني نسبة الدمار وشي 8% تقريبا وعب يشتغل فيه أهالي البلدة نزحوا عنها بشكل شبه كامل مع بداية القصف الذي أحالت جزءا كبيرا منها إلى ركام وأدى إلى تدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل التمانعة هي من البلدات التي تعرضت للقصف بشكل كبير طبعا هذا الأمر أدى لدمار كبير في البلدي ومن خص في هذا الدمار البنى التحتية والمرافق العامة مثل الخدمات طبعا نسبة الدمار فيها بين جزء وكل تتجاوز 80% تمانعة اليوم بحاجة لإعادة تأهيل هذه الخدمات لحتى يكون فيه قابلي للأهالي حتى يعودوا للبلدي عودة خجولة لأهالي التمانعة إليها ما يمنع الكثير من العودة هو إنعدام الخدمات أو أدنى مقومة الحياة الحقيقة سكان التمانعة في انتظار عمل المنظمات حتى تعود بشكل كامل لبلد التمانعة وتعود الحياة للبلدي فنحن نوجه نداء عبر شاشتكم لمنظمات الإنسانية والخدمية العاملة في الداخل السوري لا التوجه للعمل في بلد التمانعة التمانعة والكثير من شبيهاتها تنتظر المنظمات العاملة في المجال الخدمي لإعادة تأهيلها وترميم ما دمرته سنين الأسد العجاف تعتبر التمانعة نموذجاً للكثير من المناطق والقرى المحررة التي نزح أهلها عنها بشكل شبه كامل نتيجة القصف والآن تحتاج إلى إعادة تأهيل البنى التحتية والأمور الخدمية لعودة أهلها إليها محمد الفيصل أورينت نيوز ريفو إدلب